قبل ما نبدأ الفيلم صلى على النبي بتبدأ الاحداث مع توماس فاق من غايبوبة لقى نفسه طلع في اسانصير حديدي ومش فاهم اي حاجة وفجأة الاسانصير بيقف وسقفه بيتفتح بيشوف قدامه مجموعة شباب وصاحبنا خايف ومش فاهم هو فين ومين دول واحد منهم بيطلعوا برا قال له منتو مين وعايزين مني ايه وحاول يهرب منهم لكن بدون فايدة اكتشف انه محبوس في سجن ضخم وما فيش اي سبيل للخروج فبيدخلوا السجن وبيقفلوا عليه على ما يهدى كده بنشوف شخص اسمه قلبي بيسأله عن اسمه قال له انا مش فاكر اي حاجة عن حياتي حتى اسمي نسيته انتو عايزين مني ايه قال له ما تقلقش يا حبيب كلنا كنا زيك كده اول ما وصلنا هنا يومين تلاتة وهتفتكر اسمك توماس قال له بوس ايدك فاهمني ايه المكان ده قال بيها يوقف من الخوف فبياخدوا يفاهموا كل حاجة بيقول له الشباب دول كانوا زيك بالزب فجأة لقوا نفسهم هنا ومش فاكرين اي حاجة عن حياتهم لكنهم تأقلموا على الحياة هنا وبيطلعوا على برج خشب وقال شايف المتاهة اللي قدامك دي محوطة المكان كله وممنوع تدخلها لاي سبب من الاسباب ببساطة كده اللي بيدخل ما بيطلعش بعد شوية بيقابل اتشاك عيل جدع وصاحب صاحبه لو شاف عن كبوت جعان هيشتغله دبان يتغدى بيه جدعانة منه واسناء ما توماس بيتكلم معاه شاف اتنين طلعين من المتاهة اسمهم بن ومينو فقال اتشاك انا سمعت ان ممنوع الدخول هنا الشباب دول كانوا فين اتشاك قال له دول عدقين المتاهة بيدخلوا كل يوم يبحثوا عن مكان له الخروب فبيجيله في دول يدخل المتاهة ويفهم جواها ايه بالظهر وقبل ما يدخل جال بيزقوا بعيد عن المدخل وبيقول له انت شكلك كده عايز تموت فتعصب وقال له عايز مني ايه سيب نمشي من هنا وفجأة حصل شيء غريب باب المتاهة قفل لوحده يعني لو دخل كان هيموت قال له المرة الجاية هسيبك تدخل يا بطل وبالليل بيتعرف على شخص اسمه بيقول له ان المتاهة دي كبيرة جدا عكس ما انت متخيل ابوابها بتتفتح الصبح وقت شروق الشمس وبتتقفل وقت اين بيدخلوها بحسا عن طريق للخروج لكن بدون فايدة تلات سنين على الحال ده كل يوم يدخلوا وما فيش اي نتيجة ولو البوابة تقفلت عليهم في يوم قبل ما يرجعوا بتبقى مصيبة توماس قال له بيحصل لهم ايه يعني بيقول له بيهجم عليهم وحش مفترس اسمه الجريف وبعد لحظات توماس افتكر اسمه وقال لهم اسم توماس السيد لبيب والشباب كانوا مبسوطين وعملوا حفلة بس المشكلة انه مازال مش فاكر اي شيء عن حياته السابقة وتاني يوم بيحصد الفاكهة مع صدي نيوت فطلب من توماس يجيب له سماد من وسط الاشجار وفعلا بيدخل يبحث عن السماد بيتفاجئ بالعداء بني متابعه في صمت قال له في ايه يا عم خضتني ما تكوح يا عم حد يخض حد كده وكان شكله مخيف شبيه بالزومبي وما فيش على لسانه غير كلمة هقتلك وفجأة هجم عليه لكن توماس هرب منه والمجنون مصمم يقتله وتومس بيستغيث وبينادي على اي حد ينقذه والحمد لله نيوت خبطه على دماغه وانقص توماس فبيسبته باحكامه وبيكشفه جسمه بيلاقوا اصر لدغة في بطنه وهنا كان لازم يتخلصوا منه لانه خطر عليهم ولو سبوا على الحال ده هيقتلهم كلهم فبيستنوا وقته غروب الشمس وبيدخلوا بالعافية جوا المتاهة وبتتقفل عليه وبكده الوحشة هيتعشى بيه واسناء ما توماس نايم حلم ببنت في معمل كأنها بتعمل عليها تجربة وبيصحى من الحلم مفزوع وبيحاول يفتكر اللي حلم بيه والصدفة شاف بوابة المتاهة فتحت وقلبي دخل فيها مع العداء بنت مع ان قلبي مش عداء فبيقابل نيوت وبيحكله اللي حصل قال له شمعنا قلبي دخل انا عايز ادخل انا كمان قال له قلبي اقدم واحد هنا وفهم كل حاجة ونصحة مني خليك في نفسك وبعد يوم طويل الشمس بدأت في الغروب والعداءين لسه ما وصلوش وطبعا لو البوابة اتقفلت عليهم الوحشة هيستفرت بيهم هيقطعهم قطع والجماعة دول وقفين على اعصابهم لان باب المتاهة بدأ يقفل وفجأة ظهر مينو شايل قلبي لانه مصاب وبيكون خلاص الباب هيقفل وما فيش وقت والجماعة دول فقدوا الامل خلاص لكن توماس دخل في اخر لحزة والباب تقفل عليه مينو قال له انت دخلت ليه انت مجنون كلها دقائق والوحش يطلع يخلص علينا كلنا وبنكتشف ان قلبي تم لدغو ومينو خبطه بصخرة على دماغه عشان يغمع عليه ويشيله في اللحزة دي سمع صوت الوحش وتومس خايف على قلبي وعايز يخبيه مينو تعصب عليه وقال له كلنا هنموت حالا لكن توماس عنده امل وبيجيله فكرة زكية بيستخدم حبل وبيرفع قلبي في مكان عالي بعيد عن الوحش وفجأة الوحش طلع ومينو سابه خلع وصاحبنا دم احتاس ولو ساب الحبل قلبها يقع فبيستخبى وسط الزرع وهو مسك الحبل والوحش بيعدي من جنبه ومش بيحس بيه فبيستغل الفرصة وبيربط الحبل وبيستخبى في اخر لحزة قبل ما الوحش يشوف بعد شوية الوحش اختفى وتومس قلبه هيقف من الخور تخيلوا الوحش فين بنكتشف انه موجود فوقه واول ما شافه صوت وطلع يجري وبعدين تصلك صخر عالية وبيفضل يجري عليها لحد ما وصل لانهايتها وطبعا الوحش جاي وراه فبياخد نفس عميك وبينط على اقدر عالي وبيتعلق في الشجرة والوحش نط وراه ومش عايز يحله لكن قدر يكتف الوحش في الزرع ويهرب منه بيلاقي مين قدامه فقال له المتاه هتتغير والباب هيقفل لازم نعدي الناحية التانية توماس استنى لحد ما الوحش يشافه واول ما هجم عليه المتاهة قفلت على الوحش وقتلته وتاني يوم باب المتاهة فتح والشباب تفاجأ انهم عايشين ودي اول مرة تحصل وقلبي مازال مغمى عليه ولوفق هيقتلهم كلهم لان تم الادغو وتصب الفيروس وبنلاحز ان الوحش ج بعد شوية عمل اجتماع للمجموعة قال لهم لازم نعاقب توماس لانه اخترك القوانين ودخل المتاهة من تلقاء نفسه مينو قال له بالعكس ده اشجع انسان شفته لولا هو كان الوحش قتلني واسناء كلامهم سمعوا صوت الاسنصير وفهموا ان اكيد في شخص طلع فاتجهوا ناحيته واكتشفوا ان بنت جديدة وصلت بس كانت فقدة الوعي ومعها ورقة مكتوب فيها انها اخر واحدة هتوصل لهم وفجأة بتفوق وبتقول توماس وبتنام تاني الشباب كلهم بصوا لتوماس وفهم وان اكيد وراه سر قال لهم اول مرة اشوفها والله يا جدعان فبينقلوها المكان ترتاح فيه وبيستنوا عليها على مدفوق توماس قال لي مينو لازم ندخل المتاهة تاني لو فضلنا هنا مش هنوصل لأي حاجة وهنموت كلنا وفعلا مينو جمع بعض الشباب وانطلقوا في اتجاه المتاهة واول ما دخلوا لقوا الوحش ميت ولما فحصوا جسيته اتفاجئوا بجهاز ارسال مزرع في جسمه وكان مكتوب عليه رقم سبعة اكيد في لغز في الموضوع ده فبيرجعوا بيلي الغابة وبيخمن ان المنظمة اللي حابساهم اكيد هي اللي صنعت الوحش ده لكن جالي المستفز مش طيق توماس وعايز يعقبه باي شكل لكن الودنيوت ده طلع جدع قال لهم بقول لكم ايه من بكرة توماس هيكون واحد من العدائين ومسموح يدخل المتاهة في اي لحظة وطبعا جالي اتضايق من كلامه وسبهم ومشي بعد كده مينو اخد توماس لقودة العدائين لانه بقى واحد منهم وقال له اكتشفنا من سنين ان مستحيل الخروج من المتاهة لكن كذبت على المجموعة عشان ما يفقدوش الامل وبيقول ان في تمن بوابات في نهاية المتاهة وكل الليلة المتاهة بتتغير وبوابة ابن التمانية بتتفتح تلقائي والناس اللي حابسلنا هنا بيعملوا كده عشان ما نحفظش شكل المتاهة باللحظة دي بلغوهم ان البنت فائت وبهدلت الدنيا بنكتشف انها طلعت في قولبورج وعملت حدف عليهم طوب وخايفة منهم توماس قال لها اه دي يا مزمزين احنا معاك مش عليك وطلع يتكلم معها ويطمنها قالت له اسم تريسا ومش فاكرة اي حاجة عن حياتي وبتطلع من جبها انبوبت دي ممكن تعالج قلب وطبعا قلبي بعد ما تلدغ مينو ضربوا بالصخرة ولسه ما فقش من ساعتها وقبل ما يخلص الجملة في اللحزة دي قلبي فاق وبدأ يتحول بسبب اللدغة توماس قال لهم بما انه كده كده ميت لازم نحقنه بالمادة دي ممكن تعالجه وفعلا حقانو بيها وسبوه تاني يوم البوابة اتفتحت وتومس ومينو دخلوا المتاهة ومعهم جهاز الارسال واول ما وصلوا للبوابة السبعة الجهاز طلع صوت عالي وفهموا انه بيرشدهم للطريق الصح فبيمشوا مع الصوت الصدر من الجهاز لحد ما وصلوا البوابة وفجأة النور الاحمر اتحول لاخضر والبوابة اتفتحت قدامهم مينو قال له اول مرة في حياة اوصل للمكان ده فجأة بيخرج ليزر من المكان والبوابة بتتقفل في وشهم تقريبا كده فهمت ان حد غريب في المكان كانها مستنية الوحش اللي شايل الجهاز المهم بيطلعوا من المتاهة قبل ما تقفل عليهم واول ما وصلوا تريسا قالت لهم قلبي فاق وبنكتشف انه تعالج من اللدغة وقام بالسلامة لكن الغريب انه افتكر كل حاجة عن حياة وق قال لهم مستحيل نخرج من المكان ده وقال لهم كمان انه شغال مع المنظمة اللي جايبهم هنا وانه شخص مفضل بالنسبة لهم في اللحزة دي سمعوا اصوات وحوش والخوف في كل مكان ولما طلعوا يشوفوا مصدر الاسوات اتفاجئوا من ان بوابة المتاهة ما زالت مفتوحة بالرغم من ان الليل دخل ودي اول مرة تحصل والشباب واقفين على اعصابهم واقلوبهم هتوقف من الخوف تتوقعوا ايه اللي هيحصل بنتفاجئ بوحوش الالجريف بيهجموا على الناس الموجودين بوابات المتاهة كلها بتتفتح وبتدخل عليهم وحوش الالجريف وبيهجموا على كل الناس الموجودين وكانوا بيقتلوا اللي يقف قدامهم بدون رحمة توماس واللي معا بيستخبوا لكن الوحش بيوصل لهم وبيحاول يسحب تشاك من وسطهم قلب الشهم ضحى بنفسه عشان ينقذ تشاك وقبل ما يموت طلب من توماس ينقذ الباقيين وبتقع من الوحش حقنة السم اللي بيلدغ بيها وفي وسط الفوضى دي كلها توماس قرر يلدغ نفسه بسم الوحش وبعدين تريسا بتحقنه بالمصل المضاد عشان ترج جعله الزاكرة وفعلا بدأ يفتكر جزء من حياته وبنفهم انه كان شغال في المنظمة مع تريسا وكانوا بيشوفوا الناس بتموت قدامهم واول ما اعترضوا تم نفيهم في الغابة وتاني يوم بيفوق بيلاقي نفسه محبوس مع تريسا والشباب بلغون الوحش قتلت عدد منهم ودخلوا تاني المتاهة توماس قال لهم افتكرت جزء من حياتي انا وتريسا كنا شغالين في المنظمة اسمها وكت وكل الناس الموجودين هنا بالنسبة لهم فقران تجار ولما اعترضت انا والغلبانة دي عجبو انا وجابونا هنا نيوت قال له سيبك من اللفاء لازم نشوف حل للمصيبة اللي احنا فيها دي وبنفهم ان جالي ناوي يقدم توماس وتريسا كربان للوحش وده عن طريق انه يدخلهم المتاهة ويستنى الغروب الشمس عشان الباب يقفل عليهم لكن توماس عمل نفسه نايم وفجأة بيفوق وبيضرب اللي مسكينه وكلهم بيقلبوا على جالي وبيحاولوا يكنوا يدخل معهم المتاهة يمكن يلقوا مكان للخروج لكن دماغه نشفى ومصمم انه يفضل هنا فبيسيبوه علشان ما يضيعوش وقت وبيدخلوا المتاهة على امل انهم يلقوا مكان للخروج واول ما وصلوا للبوابة السبعة اتفاجوا بوجود وحش فبيتفقوا انهم يواجهوه على قلب الرجل واحد وفعلا بيقفوا قدامه بكل شجاعة وبينجحوا انهم يقتلوه لكن بيظهر عدد كبر من الوحوش والموضوع زاد عن حده والحمد لله تريسا وتشاك فتحوا البوابة فبيدخلوا الجهة الامان وبيقفلوا الابواب على الوحوش وبيتخلصوا منها بيلاغوا نفسهم في طرقة طويلة ملهاش نهاية وبيكون قدامهم باب مك طبع للخروج واول ما فتحوه اتفاجوا بمكان شبيه بالمعمل وكل الموجودين في مقتلين مفيش شخص واحد سليم لكن في وحش دخل وخلص عليهم توماس بيدوس على زرار قدامه وبتظهر دكتور ايفا رئيسة المنظمة فبتقول ان مهمتهم حماية كوكب الارض من الكوارس الطبيعية وانهم كانوا في اختبار علشان يتأقلموا مع العالم الجديد لان العالم اتحرق بالكامل من الشمس وانتشر فيروس شبيه بالزومبي ضمر الجنس البشري وفجأة بتطلع مسدس وبتقتل نفسها قدامهم وبيتفتح باب علشان يطلعوا منه واخيرا جات اللحظة اللي مستنيينها من زمان المشكلة ان جالي وصل بالسلاح وباين عليه انه تلدغ فبيقول لهم على لو شخص واحد طلع حي هقتلكوا كلكم وبيضرب بالسلاح على توماس لكن تشاك ضحى بنفسه وانقزه ومينه حدفه برمح وقتله وتوماس حزين على تشاك وكان بيطلع في الروح قدامه وفجأة بيدخل عليهم ناس مقنعين جايين ينقذهم من المكان اللي هم فيه وبياخدوا توماس بالعافية لانه مش عايز يسيب صديقه تشاك ولما طل كان شكل العالم تحول لصحر فبيركبهم هلوكوبتر بيشوفوا المتاها من فوق وكانوا مصدومين من شكلها في الناحية التانية بنشوف دكتور ايفا وبتكون لسه عايشة وبنفهم انها عملت عليهم تمثيلية علشان يسكوا في المنظمة وبالتالي يبدأوا مرحلة جديدة من التجربة على الشباب تتوقعها يعملوا فيهم جزء التاني اشوفكم الجزء التاني واهم حاجة ما تنسوش تدعو لاخواتنا في فلسطين اشوفكم الجزء التاني